السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معي من جديد وحشتوري جدا بالنسبة للناس المشتركين معنا في القناة من زمان خدوا جولة كده بالنسبة للفيديوهات القديمة اللي انتوا حبينها شفوها اللي هي خدتم منها حافظ وتشجيع شفوها تاني ورجعوها علشان الحافظ يفضل دايما موجود بالنسبة للناس الجديدة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بالنسبة للناس الجديدة اكتبوا في التعليقات كده واسألوا على الناس القديمة المحاربين وشوفوا هما ماشيين ازاي ومشوا معاهم لو عندهم معلومة سمعوها مني قبل كده هيقول لكم عليها ومش هتخالوا عليكم بها على فكرة اشترككم في القناة مش بس بيفرحني انا كمان بيفرح للناس العائلة الموجودة معايا لان هما بيحبوا بيتمنوا جدا ان القناة تكبر بكم فعلشان كده اشتركوا في القناة علشان تفرحوهم بهم كمان ونبقوا فيهم وفينا سواب يلا يا جماعة مش مشكلة مش هيأثر معاكم بحاجة ده كده يعني كلمتين بس انا حبيت اقولهم لكم في بداية الفيديو يلا ندخل على الفيديو على طول هنبتدي مع بعض النظام الغذائي ورقة وقلم بقى السلام عليكم الحمد لله اهلا وساعد نيجي بقى على النظام الغذائي بالنسبة للفطار هيكون عبارة عن ايه هيكون عبارة عن كوب حليب قطعة جبن قريش او اتنين بيضة مسلوقة او اربعة اه اربعة معالق فول عليهم معلقة صغيرة زيت زاتون خلاص ورقة وقلم واكتبوا غراية الكلام ده زي الطبق صلطة كبير عليه برضو ربعة معلقة صغيرة زيت زاتون ده في حال ان احنا محطناش زيت الزاتون على الفول لو مفيش فول لو في جبنة مسلا لو في بيض يبقى نحط زيت الزاتون على السلطة طب افردوا احنا حطنها على الفول خلاص مش هنحطه على السلطة تمام طيب بالنسبة لفايدة زيت الزاتون ايه بالنسبة للسلطة السلطة عبارة عن مجموعة فيتامينات ومعادن الفيتامينات دي بتحتوى على فيتامينات الاي والدي والاي والك الادك ده بيزوبوا في مادة دهنية عن طريق يعني المخ بيمتصهم عن طريق مادة دهنية عشان يوصلوا للحاجة اسمها بلات برين باريار اللي هو المحيط الغشائي الغشائي المحيط للمخ عشان يمتصوا لازم يكون في قاعدة دهنية يعني نجيب القاعدة دهنية من ربع معلقة زيت الزاتون تمام؟ طيب لو الحليب متوسط الدسم او حتى كامل الدسم يبقى مش هنحتاج ربع معلقة زيت الزاتون خلاص كده فهمناها خلي بالكم ان انا قلت لكم حاجات اللي هي ايه؟ او 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 فالكلام ده هيبقى في اليوم الاول والتاني والتالت والربع ممكن يوم يكون بيضا مسلوقة يوم يكون جبنة يوم يكون فول وهكذا تمام؟ بس حاولوا تثبتهم الحليب في كل الايام اه بالنسبة بقى للسناكس في جدوى السناكس انا عامله لكم على القناة اه انا مش بحب يقرر الكلام كتير لان انا في الانظمة الغذائية بكون حريصة ان انا عارفكم السناكس عشان ما تلخبطوش باي اكل كده والسلام بيدي الواجبات اه وتتناولوا معنا الاكلة اللي هي السليمة الصحية اه فياريت تبصوا على جدوى السناكس الموجود في القناة وتتبعوه بالزبط لانه هيشبعكم جدا هيخليكم تخرجوا من واجبة الفطار لواجبة الغذاء وانتو شبعانين اه لان تناولتم السناكس ده في النص فلما تيجوا الواجبة الغذاء مش هتكونوا جعانين جدا بحيس ان انتم مش هتلتهموا الاكل كله او 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 لما تاكلوا واجبة الغذاء المحددة مش هيسين عليها اكل تاني لان انتو بتكونوا وصلين لواجبة الغذاء وانتو قنوعين يعني المعدة الى حد دماء شبعانة شوية مش جعانة قوي خلاص فده بيعمل خداع لكم بحيس ان انتم لما توصل الغذاء مش بتكونوا جعانين انتم مية كبيرة من الاكل اه وكذلك بيكون بين برضو الغذاء والعشاء خلاص فاحنا هندخل بقى في واجبة الغذاء على طول وانا متطمنة ان شاء الله ان انتم هتبحسوا كده في القناة وتوصلوا الجدول السناكس اللي اقولتلكو عليها لها بدائل كتير جدا هتحبوها ان شاء الله وتكون متنوعة معاكم بالنسبة لوجبة الغذاء هتكون عبارة عن ايه اه اربع معالق رز او اربع معالق مكارونا او اربع معالق لسان العصفور اي حاجة من ده ده كمادة نشوية تمام دي جبال البروتين عندنا حرية الاختيار برضو في حاجات متعددة هقلكم عليها اول حاجة ممكن قد نص الكف كده لحمة تمام لو هي قطع قطع لحمة طب لو شريح شريح لحمة يبقى قد الكف شريحة لحمة رفيعة رقيقة كده هيكون قد الكف البديل التاني هيكون ربع دجاجة ربع دجاجة ده هيكون لحد وزن 80 يعني قبل 80 هيكون ربع دجاجة مشوية او مسلوقة سمع مشوية تمام او مشوية من البداية خالص لو فوق التمانين هيكون نص دجاجة نص دجاجة اللي هي ايه سدرين مسلا سدرين طيب بالنسبة للناس اللي فوق الميت كيلو ممكن دجاجة الى رابع الناس اللي هما فوق الميت كيلو مية مية وعشرة مية وعشرين وحكذا ياخدوا يتناولوا انا هكتر لهم البروتين علشان خاطر البروتين مش بيع جدا ومش عايزهم يجوعوا فبالتالي لما يجوعوا مش روحوا يلخبطوا من برة فلما يلخبطوا من برة مش هيخسوا فيتعقدوا ويزعلوا ويقولوا احنا مش قادرين ننزل في الوزن طب ما انا انا اشبعهم خلاص فياخدوا يتناولوا دجاجة الى رابع فيهم ناس كتير جدا مش هيقدروا يتناولوا الدجاجة الى رابع فياكلوا نص دجاجة خلاص بالنسبة للناس برضو اللي فوق التمانيين على حسب هل هما من تمانيين لتسعين هياخدوا ربع دجاجة ويكملوا من ربع التاني لو هما خلاص قريبين من المية سبعة وتسعين ولا حاجة هتناولوا النص الدجاجة ممكن كمان ما يتناولهاش نلوس دجاجة كلها ويقولوا احنا بس اكلنا ربع دجاجة واشبعنا جدا طبعا ده بيعتمد على حجم الفرخة او الدجاجة يعني مثلا لو في بلد زي مصر بيكون الدجاجة كبيرة اللي هي 2 كيلو او 2.5 كيلو بالنسبة للناس اللي هي في السعودية مثلا بيكون الوزن 100 جرام او 90 جرام فبتفرق من بلد لبلد فما يصحش ان انا اقول ربع دجاجة وخلاص لان في مصر ربع دجاجة بيكون حجم كبير جدا بيكون مشبع لكن في السعودية هنقول نص دجاجة علشان يدوب نص دجاجة تشبع الناس اللي هما من 80 ل 100 كيلو طيب انا بفضل ايه بالنسبة للدجاج او الفراخ بالنسبة احنا هنا في مصر بنقول عليها الفراخ بفضل منطقة السدر لان منطقة السدر بيكون سعراتها الحرارية اقل بكتير جدا من منطقة الورك عندنا بداية الايه تانية بالنسبة للغداء ممكن علبة تونة مصفاخ خالص من الزيت وعليها عصرة نص لمونة يبقى عندنا لحمة ودجاج وتونة يبقى لسه فاضل السمك السمك افضل انه يكون مشوي يعني مثلا لو بوري بوريايا واحدة لو هو سمك عادي اللي هو السمك البلطي يبقى نص كيلو سمك مشوي طيب هيقوله اربع معالق رز ونص كيلو سمك مشوي مش هيكون مشبع لا بالعكس السمك المشوي مشبع جدا الاربع معالق رز هتخلطوهم كده مع طبق صلطة كبير هنخلطهم كلهم مع بعض فيكون طبق كبير ومليان وبملى العيد كده وبيكون مشبع جدا وبيكون عندنا قناعة داخلية ان احنا اكلنا كمية كبيرة وممكن كمان ما تقدراش تكملوا نص الطبقة كمان بس طبعا هتكونوا مجبعين ان انت تاكلوا مجبع كاملة عشان تشبعكم وتملبطنكم فبالتالي المعدة لما بتوصل لنقطة معينة بتدي اشارة للمخ ان احنا خلاص المعدة امتلقت فالمخ بديكم اشارة بالشبع فبتمتنعوا عن تناول الاكل بقى نهائيا بالنسبة بقى لو احنا هناكل سمك في اليوم ده هناكل معاه سلطة طيب بالنسبة الايام اللي هناكل فيها دجاج او هناكل فيها لحمة فهنضطر ان احنا ناكل خضار حاولوا الخضار دايما يكون مسلوق او معمول سوتي وانتب عايزين ناكل معاه سلطة ماشي ما فيش مشكلة ناكل خضار وسلطة مع بعض ما فيش مشكلة خالص لانهم سعراتهم الحرارية قليلة جدا نيجي بقى للوجبة اللي بين الغداء والعاشاء السناكس جيبها هتكون من جدول السناكس الموجود في القناة دوروا كده وبحثوا في الفيديوهات وشوفهم الفيديو بتاع السناكس هيفيدكم جدا وهيكون محفز ديكم جدا ومش هتجوعوا يعني ان شاء الله اليوم ينتهي في نهاية اليوم متشبعينين متجوش اخر اليوم متشتكوا وتقولوا احنا جاعنين طب نعمل ايه عموما لو جعتوا في اخر اليوم كلموني او اكتبوا لي تعليقات وانا هرد عليكم وقل لكم تعملوا ايه طبعا كمية المياه خلال اليوم مطلوبة جدا لان لو قللنا كمية المياه خلال اليوم هنيجي في اخر اليوم هنكون جاعنين جدا 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 لكن لما بناخد حصتنا من المياه طول اليوم هنيجي اخر اليوم وهنكون شبعنين طيب وجبة العشاء هتكون عبارة عن ايه وجبة العشاء بدألها كتير وحلوة اوي ممكن زبادي زبادي مع صمرة فكهة زبادي مع رشة خفيفة كده من معلقة صغيرة خالص ردة حلوة اوي ممكن زبادي مع معلقة صغيرة عسل نحل وارفة خليكم دايما لما تحط عسل على حاجة حطوا معاها الارفة لان العسل بيفتح الشهية لكن الارفة مع العسل هيسد الشهية طيب ممكن لو فيه يوم نسبة البروتين فيه قليلة بالنسبة للفطار والغداء هيبقى العشاء عبارة عن تونة تونة بنصفاه من الزيت معه طبق كبير صلطة بس في اليوم ده اللي هو التونة مع السلطة مش هنتناول معه خالص عيش يعني مفيش حاجة اسنها ان احنا هناكل ربع الغيف او نص الغيف اللي هو السن ده او حتى تستاية حتى هو بس علبة تونة مصفاه من الزيت نهائيا عليها عصرة نص لامونة وطبق صلطة بس وخلاص طيب عندنا بدائل ايه تانية للعشاء ممكن بدائل العشاء تكون حاجة زي وجبة الفطار بالزبط اللي هي ايه بضا مسلوقة قطعة جبن قريش مع صلطة طبعا اربع معالق فول بس انا مش بحب او مش بحفز ان احنا ناكل الفول في العشاء تمام ممكن زي ما قولنا قبل كده في بدائل الافطار يكون فيه مثلا بيتين جانا مشوية معمولة بيه بندق القطع الفلفل بتكون مدقوقة ومسلا فصين طوم مدقوقين برضو وبتعاملوا بربع معالق صغيرة كده زيت ساتون علشان الطوم ما يعملش عندنا انتفاخات وربع قرن صغير شطة بالنسبة للناس اللي بتحب الاكل الحار بس طبعا هو بالنسبة للفول وبالنسبة لبيتنجان انا بفضل اكتر ان هما يكونوا في الفطار احسن من العشاء يبقى كده ده نموذج اليوم كامل بالنسبة لنظام غذائي كامل بالنسبة طبعا انا اتكلمت عن كل الاوزان في اليوم ده وقلت اللي هو اقل من 80 هياخد مقدار قد ايه ومن 80 لمية مقدار قد ايه واكتر من 100 هياخد مقدار قد ايه وكلموني دايما لو جعتم او احتاجتم مثلا اكل زيادة او نفسكوا في حاجة بتكون خارج النظام عايزين تاكلوها وانا اقول لكم تاكلوها ازاي وان شاء الله باذن الله توصلوا باذن الله الوزن المثالي والهدف اللي انت عاوزينه بصحة وعافية يا رب شجعوا بعض واكتبوا البعض في التعليقات شجعوا بعض زي ما قلت لكم زي ما نصحتكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد شاركوا الفيديو لغيركم عشان يستفيد واشتركوا في القناة عشان تشجعونا وتشجعوا الناس اصحابنا اللي معانا عشان بيفرحوا جدا لما القناة بتكبر شوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد دمتم بخير وود وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته